إلما نناشد؟ نناشد المسؤولين؟ نناشد الخيرين؟ إلما نناشد؟ العيد في اللغة هو العود والعيد هنا في مخيمات النزوح هو العود إلى الديار فقط فلا عيد عند النازحين ومنذ تسع سنوات إلا بإعادتهم إلى ديارهم وعلى الرغم من أنها دمرت بالكامل جراء الحرب إلى أن إعادة بنيانها هو العيد الحقيقي لما تبقى من نازحي محافظة صلاح الدين هذا العيد يجي لأشترين ملابس لا طلعنا إحنا عيدنا من يكمل بيتنا صلنا نشقد بهاي الخيام إلا متى نظل بهاي الخيام هذا العيد التاسع وعنا عايشين بهالخيام هاي شافت عينك الشونها ما حد يقدر يعيش بيها غير من القوة عايشين بيها وهي الأطفالي لا أقدر أشتري لهم ملابس لا أقدر أطلعهم طلع مثل الناس هاي شافت عينك شوفوا لهم يعني خطأ يفترون يفترون يرجعون يطبون لها الخيامة يعني هل من ناشد إلى متى يا ربي والله ملينا هل من نشكيه منه نشكيه منه الرب العالمي ألا المسؤولين والحكومة والله ما بيهم كل فايدة ناشدناهم قبل ما كوا ما سونا أي حلول إلى متى والله ملينا والله ملينا المطالب بتقديم تسهيلات العودة تتلخص بتوفير ما يعين هذه العوائل على بناء ما دمر من ممتلكاتهم ولو بالشيء البسيط فما زالت دورهم ومزارعهم على حالها على الرغم من الوعود التي تقطع ويسمعونها من جهات مختلفة كل عام أنا أشد صالت سنوات وما كوا من مجيب سمعنا يعني بدك تعودة للنازحين يعني بدك تير رجعونا إلى ديارنا إلى بيتنا يعني شنا قبل مرتاحين قبل بساتين ونقدر نعيش وما محتازين لحد هسا نازحين وما عندنا كل شي بيوتنا مفلشة ما عندنا كل شي لمتا يعني غالي نتبهون علينا كافة عادة يعني الضيم شوفنا ضيم زلمنا راحة يعني ظلانا تاهين بهالدنيا ما أننا غير الله حقا بأي حال جئت يا عيد فلا من تغير ولا تجديد غير تكرار المعاناة التي لا يعلم عمقها سوى من عاش في هذه الخيام عيد تاسع يمر على هذه المخيمات لا يحمل معه بالنسبة لهم غير ذات المعاناة التي عاشوها منذ اليوم الأول لهم هنا فهل من عيد يعيدهم إلى فرحة العودة لعيد النسى وملامحة؟ من صلاح الدين في راس الحسنين؟ قناة التغيير اشتركوا في القناة